السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة الشيخ الجهري عمل حلقة مبارح يتكلم فيها عن أسرار كنز الفرات في الحقيقة حبيت أن أنا أعلق عليها لأن طلب مني بكثافة أني أقول رأيي أو بمعنى أدق أن أنا أرد على بعض أجزاء من هذه الحلقة أنتم عارفين طبعا أن إحنا في القناة عرضنا كلام كتير لصديقنا وأخونا الشيخ الجهري وفي الحقيقة كان الكلام معظمه إيجابي وإحنا بنتكلم بنقول أن التحاكم للدليل الشرعي أمر مطلوب جدا ولذلك الحلقة بتاعته مبارح اللي نزلها فيها أسئلة كثيرة عايزين نطرحها على تفكيرنا علشان نفهم لأن دي معركة وعي كبيرة بنتكلم فيها عن مرحلة حساسة جدا من عمر الأمة الإسلامية أول حاجة طبعا كلكم الحلقة دي نزلت وموجودة عنده على القناة بتاعته فأنا مش محتاج أجيب أجزاء منها عشان ما طولش في وقت الحلقة لإني طبعا عايز أتكلم في نقاط مهمة محددة أول حاجة كلام الشيخ الجهري عن أسرار كنز الفرات وعن شكل الكنز أو الجبل بتاع الفرات أول حاجة المصدر هذا الكنز وتفاصيل غريبة بتخلينا إن إحنا نطرح سؤال عرف منين من أين جاء بهذه المعلومات يعني حتى إن هو بيتكلم بيقول إن هو مش جبل بمعنى جبل وكل واحد زي ما أنتم عارفين ليه مصدر معلوماته لكن هو بيتكلم بيقول إن الجبل مش بمعنى شكل الجبل وإن كان هذا الكنز لملك من الملوك في العراق وهذا الكنز عظيم جدا وهائل للغاية ويعني ما تقدرش إن أنت تجيب أوله من آخره وأكبر من كنز قارون بنص القرآن وهو لملك من ملوك العراق الغريب في الموضوع إن هو قال لو بحثته عن مصدر المعلومة لن تجدوها يعني بيقولك دور زي ما أنت عايز مش هتلاقي مصدر لهذه المعلومة فمن أين أتى بهذه المعلومة ده سؤال برضو واجب علينا أن نفكر فيه جيدا ثانيا الكلام بتاع الشيخ الجهري فيه جزئية إن فيه الحديث بتاع كنز الفرات وإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الكنز وإن يقتل من كل تسعة وتسعين مئة ويظن يعني الميا يقول إن أنا لهظفر به فلذلك الاقتتال سيكون فرديا طبعا الكلام ده محل نظر ومحتاجين هنا نثبت أساس إيه هو الأساس؟ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام علماء الحديث أسموها لأحاديث قطعية الثبوت قطعية الدلالة وأحاديث ظنية الثبوت ظنية الدلالة يعني إيه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا حديث عن الاقتتال على كنز الفرات ده حديث صحيح وتلقفته الأمة الإسلامية بالقبول وإن حديث يعني في أعلى درجات الصحة فغير مقبول إن إحنا نقول أن هذا الحديث في جزء منه يقبل وجزء منه لا يقبل تحت سطار إن الدجال لعب في ودس أحاديث على الأمة الإسلامية أنا عايز أقول لك إن الأحاديث النبوية التي رؤيت عن علماء الحديث وعلم الحديث من العلوم الدقيقة للغاية ومن العلوم التي تحكم وتفرز بتفرز الأحاديث بصورة دقيقة للغاية لدرجة إن في أحاديث من شدة دقة علماء الحديث إن في أحاديث صحيحة من حيث المعنى ولإن في ما هي كانة إنجاز التعبير ولإن في منهج لا يحبي أحد في التصحيح والتضعيف فتم تضعيف بعض الأحاديث لها صحيحة من حيث المعنى فمن هذا المنطلق ما ينفعش إن إحنا نقول إن في حديث جزء منه صحيح وجزء منه متسوس لإن الحديث في أعلى درجات الصحة وإحنا كده هنبتدي نخش في الثوابت الثوابت لا مساسة يعني ولا نقترب منها ده الملحوظة لأن أنا سئلت في هذه النقطة بالتحديد هل هو وفق في هذا الكلام في هذه الجزئية جزئية إن فيه جزء من الحديث يعني حتى الحديث ما قال إنه هو لا يقبل كله قال لك جزء يقبل وجزء لا يقبل ده غلط ومس صحيح ولم يوفق فيه ويعني ده اسمه تقديم العقل على النقل وعرض النقل على العقل من الأمور التي يعني نهينا عنها في أن أنت هتخش كده في أن أنت تقول أقول لك حديث قال رسول الله هتقول لي اقنعني اقنعني وقول لي إن الحديث دوت يعني مش متفق مع تفكيري أو غير متفق أو ظاهر التعارض وطبعا الكلام ده كله دي الجزئية يعني اللي أنا مش عايز أركز فيها قوي لأن الحلقة كان فيها كلام أنا بعتبره كلام خطير للغاية يعني برضو من ضمن الأمور اللي أنا لحظتها مش في هذه الحلقة في حلقات مختلفة إن أزج بفكرة الأمويين والعباسيين الفكرة عشان أنتوا تفهموا يعني طبيعة تفكير الشيخ الجهري إن هو متأثر جدا بهذه الفكرة متأثر بقصة آل البيت والمظلومية بتاعت آل البيت وهو من آل البيت فهو يدافع عن حق من وجهة نظره إن في مظلومية وإن الدولة الأموية ظلمت آل البيت ولا شك إن في جزء من الكلام صحيح ولكن يعني أزج باستمرار بالدولة الأموية أنا بقولك كلام ده مش تسمعه في إيه مكان تاني ده من الأمور اللي يجب إن إحنا ننحيها ومش وقتها وفي الأول وفي الآخر خالص الإمام المهدي على الأبواب وهو يتفق وأنا أتفق معه وهو يتفق معي في هذه الجزئية أن المهدي على الأبواب وسيفصل المهدي في هذه القضية خد بالك ملف مظلومية آل البيت ملف مفتوح بقاله أكتر من 1400 سنة هجريا هذا الملف كثير من الناس ظن إن هو أغلق لا ده هو ملف مفتوح وإلا هيفصل في هذا الملف الإمام المهدي هو مش جاي يفصل خد بالك لكن هو جاي بمنهج هذا المنهج هيبين وهيحط نقط فوق الحروف الإمام المهدي بإيه بالثبات على منهج ونهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويا ربي يكون كلامي واضح في هذه الجزئية يعني كمان فكرة إن الدجال بيعني عنده حب لجمع الزهب دي فكرة متفقين معاه تماما في هذه الفكرة وإن الدجال يعني دس هذه الفقارات في الحديث لا تقربه من جبل الزهب علشان هو يأخذ هذا الجبل أنا طبعا يعني مع احترامي أستبعد هذه الفرضية تماما لإن أنا عايز أقول لكم حاجة الدجال اللعبة اللي لعبها في الأحاديث الصحيحة والضعيفة ما كانتش في الصحيح يعني علماء الحديث طيب الله صراهم وأكرمهم قطعوا على الدجال خطته في التلاعب في الصحيح ولكن انتبه كلام والله خطير جدا جدا اللي بقوله لك ده ولكن الدجال نجاحا في إيقاع الكثير في تضعيف الأحاديث يعني العكس غير صحيح إن الدجال تلاعب بالأحاديث اللي في أعلى درجات الصحة ودس فيها حاجات أستبعد ذلك تماما دي ثوابت لكن في الأحاديث الضعيفة نجح إن هو كثير من الأحاديث صحيحة المعنى ضعيفة الرواة إن هو يتلاعب بها لضعف الرواة ويعني اللي تماعا في علم الحديث يعرف إن فيه رواة كانوا قمة العبادة وقمة الزهد والتقوى ولكن كان متوهم يعني تختلط عليه الأمور فكانوا يأخذوا منه حديث طيب هو كان متوهم في 100% من الأحاديث اللي هو رواها بالطبع استحالة لا أكيد فيه أحاديث لم يقع فيها في التواهم ولكن لمي كانت الآلة بتنقي الأحاديث تم تضعيف الحديث لإن فيه قواعد لا تحابي أحد يارب نكون مركزين قوي في الكلام اللي أنا بقوله داوة فاللي حصل العكس إن فيه أحاديث زي الإمام عليه وروايات الإمام عليه الدجال وشريكه إبليس كان لهم دور كبير جدا في التلبيس على الفئة التي تشيعت دا مش هجوم افهم أنا بنخليك حاجة حصلت علشان أنا عمري في القناة ما همشيها هنا هو سنة وشيعة انتبهوا جيدا عشان ما حدش يزايد علينا لكن أنا بقولك إن اللي حصل إن فيه تلبيس كبير إن هم عملوا حاجة اسمها الجفر والجفر زي ما نقولت قبل كده نباري في حالة البس المباشر قطعة صغيرة من الجلد وعملوا كتب ودسوا أحاديث ضعيفة ومع الصحيح في روايات الإمام عليه فعلماء الحديث بالميكانة الحديثية طبقا للمصطلح اللي أنا بختاره دايما ضعفوا كل أو معظم روايات الإمام عليه فانتبهوا جيدا دا أنا بضرب ليك مثال لهذا الأمر دا كان تعليقي وتعقيبي اوعى تفهم إننا في هذه الحلقة بهاجم الشيخ الجهري أبدا تماما لازم نعرف إن الجميع يكتهد يصيب ويخطئ والحق أحق أن يتبع بارك الله فيكم أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته